نحو الديمقراطية تنضي مملكة البحرين بخطة سابتة بإجراء الانتخابات النيابية تساؤلات عديدة في الشارع الدولي والعربي حول مستقبل دولة أو مملكة البحرين نطرحها على ضيف اليوم هي شخصية متميزة استطاعت أن تقدم نموذجاً قوياً للمرأة الخليجية بتصدرها المشهد السياسي متحدثة عن الحكومة البحرينية بتأكيد معنا الدكتورة سميرة رجب أهلاً بك معنا أهلاً وسهلاً خلينا نتكلم سياسياً بحكم موقعك كمتحدثة عن الحكومة البحرينية حضرتك شايف دلالات إجراء الانتخابات النيابية حالياً دلالتها إيه؟ والله هذا بدأنا مشروع إصلاحي جداً طموح وناجح ونؤكد أنه ناجح لأنه كان بإرادة سليمة بعد استفتاء الشعبي حاز على الإجماع احنا خطينا خطوات سريعة وقوية جداً في تأسيس دولة حديثة ديمقراطية منذ عام 2001 اليوم ندخل في رابع دورة انتخابية للنيابية وبلدية ثلاث انتخابات كانت بشهادة حتى من كانوا يرفضون مشروعنا داخلياً كانت انتخابات نزيهة وقوية واستطاعت هذه الانتخابات أن تأتي بممثلين الشعب إلى سلطة تشريعية عملت بجد وبمثابرة قد نكون نحن حديثين في هذا السلوك والممارسات الديمقراطية ولكن من المؤكد أن الجميع لديه الاهتمام والأهمية واهتمام كبير بأن يكون على قدر الحدث والمستوى المطلوب الآن ندخل في دورة انتخابية جديدة لفصل تشريعي جديد هو كالدورات السابقة ولكن ما يدور حديث عننا اليوم لأن هناك فئة من الجمعيات السياسية رافضة المشاركة في هذه الانتخابات الإصرار على إقراء الانتخابات في هذا التوقيت رغم اعتراض بعض الفئات السياسية أولا التوقيت هو التوقيت الدوري المتفق عليه دستوريا ونفس التوقيت المعهود يعني مع انتهاء كل فصل تشريعي نبدأ في هذا التاريخ دورة انتخابية للفصل التشريعي القادم إذن لماذا هذا اللغط؟ اللغط مش لأن هذا الوقت ولا وقت آخر اللغط لأن هناك فئة عملت منذ ثلاث سنوات على تحريك الشارع باسلوب حقيقة غير ديمقراطي ولم يكن مألوفا في المجتمع الوحريني أخذت هذه الحركة طابعا طائفيا خطيرا مما أثار اللحمة الوطنية في المجتمع ولأن العملية كانت خطيرة جدا لتماسك المجتمع وعملية التجانس التي تربط بين التعددية والتنوع الموجود في البحرين القيادة البحرينية بقيادة جلالة الملك حقيقة فرضوا وطلبوا أن يدخل المجتمع بكل فئاته في حوار توافق وطني للوصول إلى توافقات تنهي ما بدأ من شكل أزمة من 2011 بدأنا أول حوار وطني انسحبت هذه الفئة من الجمعيات السياسية وبعدها دخلنا في 2013 حوار وطني آخر واستمرت هذه الجماعات مشاركة ولكن كان جدلا بيزنطيا داخل الحوار بحيث تم تعليق هذا الحوار وهو يسير يعني وهو يسير إنما علق هل تزامن هذه الحركات ونموها وإن صوتها ابتدى يعلو ده كان مسير للشكوك خاصة إن تزامنوا مع ثورات الربيع العربي وخلى الحكومة تنظر لها هذه الحركات على أنها مشكك في نيتها أو في أغراضها خليني أبدأ من حيث بدأت أنا لما اتكلمت جلت الحركة التي بدأت في البحرين كانت طائفية وصادمة للمجتمع البحريني وانتهيت بالحديث قلت أن هذه الجماعات تعتقد أنها لم تحقق أهدافها إن كانت الحركة طائفية منذ البداية في المطالب لابد أن تكون طائفية في النهاية صح؟ صح خلقت نوع من الشعور الإيجابي لدى المجتمع العربي أن هناك تغييرا للأحسن جاي أو قادم ولكن ما حدث في المنطقة العربية بعد سكوت هذه الحركات أثبتت أن المنطقة تعيش على لهيب يعني مش مش صفيح ساخن على على نار متقدة وإلى اليوم المنطقة لم تهدأ ولا أعتقد أن مع انتشار الحس الطائفي والحس الديني المتطرف ورفض الآخر بشكل كامل والتي كلها خرجت من هذه الحركات الجديدة لا أعتقد أن النتائج النهائية حتى لو استمرت عملية التغيير هذه عشر سنوات أننا سنصل إلى نتائج إيجابية فالطائفية لا تأتي بالوطنية والفكر الديني المتطرف لا تأتي بالديمقراطية ولا وطنية ومواطنة مع الطائفية والتطرف فهذه الحركات عنوينها كانت فيها منذ البداية وأهدافها كانت واضحة منذ البداية نحن في البحرين استطعنا لربما أن نحافظ على كيان البحريني خارج دائرة الفوضى التي حلت في المنطقة وفي دول التغيير تمكننا لأن كانت الصورة واضحة أمامنا منذ البداية أكثر من نصف الشعب هو من قاوم هذه الحركات في البحرين واستطعنا أن نصل إلى منطقة الاستقرار ونستمر وحققنا نجاحات منذ ذلك الوقت واحنا الاقتصاد يتقدم والاستقرار مستتب فهذه الفرق اللي في البحرين أنا لما قلت لم تحقق مطالبها فإذا هناك تعتقد أنها لم تحقق مطالبها إذن فهناك شيء لم يتحقق بالنسبة لها خلال الفترات الحوار تحقق الكثير في الحوار الوطني الأول في يوليو 2011 خرج المجتمعون بكل فئاتهم في أربع محاور اجتماعية واقتصادية وسياسية وحقوقية بحوالي 290 مرئية تم تقديمها إلى جلالة الملك وقع عليها كلها للتنفيذ وتم تنفيذ كل المطالب دون استثناء دون استثناء وكان في قمة هذه المطالب تغييرات دستورية كبرى هذه التغييرات أعطت للمجلس التشريعي وخصوصا المنتخب كامل الصلاحيات النيابية المراقبة والمسائلة والمشاركة في تعيين الحكومة هل ده ضمن مشروع الإصلاح اللي تكلم عنه ملك البحرين؟ مشروع الإصلاحي بدأ في 2001 بتعديلات دستورية كبرى دستور 1973 تم تعديله في 2002 هذا الدستور تم تعديله أيضا في 2011 بحيث أعطى المزيد لربما كل الصلاحيات إلى السلطة التشريعية مجلس النواب بالذلك المنتخب اليوم المجلس المنتخب يحاسب رئيس الوزراء ويسائل رئيس الوزراء ويحقق حتى مع نواب رئيس الوزراء ويملك كامل الصلاحيات الرقابية والمسائلة والاستجواب والأهم من كل هذا بإمكانه أن يطرح الثقة في الحكومة أو لا يطرحها عبر الموافقة على برنامج الحكومة أو رفض البرنامج هذا ضمن التعديلات الأخيرة فإحنا أكملنا الدائرة الديمقراطية اليوم أصبح موثلين الشعب لديهم الصلاحيات الكاملة كما هي موجودة في كل المجتمعات الديمقراطية نحن عمر الديمقراطية للبحرين حوالي 12 سنة ولكن ما حققناه يعني يوازي 50 سنة من العمل ونحن موقنون أن السرعة التي يتقدم فيها العالم لا يمكن أن ينتظرنا فعلينا أن سنة نعمل فيها أعمال تزيد عن خمس سنوات فتقدمنا بشكل كبير عدم مشاركتها هذه المجموعات والتي تمحورت في عمل طائفي حقيقي كان عدم شعورهم بالرضا كيف تمحورت إلى عمل طائفي حقيقي؟ يعني ما هي الأهداف أو المطالب التي تطالب بها هذه الفئات؟ يعني لربما كنا نحاول أن نغطي هذا الجانب بالكثير من التصريحات الإيجابية لكي نستمر في الحوار ولكن عندما نصل إلى مرحلة من الإساءة للمشروع الإصلاحي وللبلد ولكل المجتمع عبر إعلام هذه الفئة وإعلام المعارضة فإحنا علينا أن نعلن ونؤكد أن في النهاية المطالب لم تكن مطالب ديمقراطية الإصلاح مستمر وحققنا الكثير وسنحقق المزيد وفي داخل السلطة التشريعية أعتقد هي أقوى قوة وصلاحية لتدفع إلى تحقيق المزيد حسب النواب الموجودين ولكن هناك شيء غير معلن يعني مطالب غير معلنة وتم الإعلان عنها بالكثير من التماهي بالكثير من التماهي خليني أخذ من حضرتك أحب أن أكمل هذا الموضوع ما هو غير معلن من مطالب لربما أخطر بكثير من المطالب المعلنة الغير معلن الغير المعلن من المطالب الغير معلن من المطالب مع الإعلان الظاهر أنها مطالب غير ديمقراطية وغير مشروعة هذه المطالب الغير المعلنة لا تجد صدى داخل الدول العربية لكنها تنتشر ولديها أصوات مسموعة على الجانب الدولي ده بيترح سؤال عن ما هي المطالب غير المعلنة ومن يموّل هذه المطالب الدولية إذا عرفنا نوعية المطالب غير المعلنة أعتقد نستطيع أن نقول كيف تحصل هذه الجماعات على دعم دولي على الأقل في المحافلة السياسية وعبر الإعلامة ما هو غير معلن إلى اليوم وربما جاء في تصريحات قريبة أعلنتها أن هناك مطالب بالمحاصصة الطائفية في الحكم وهذا من أخطر ما يمكن أن يحدث في أي مجتمع وهناك مجتمعات قريبة مننا دخلت في هذه الدوامة وإلى هذا اليوم غير قادرة على الاستقرار أو أعطاء الأمن والاستقرار لشعوبها ليس هناك ديمقراطية سليمة مع المحاصصة الطائفية في أي مستوى من المستوى خليني أستأذن حضرتك في فاصل فاصل قصير ونعود أهلا بكم مشاهدين الكرام معاني الوزيرة اسمحيلي أرحب بك معانا على شاشة الغد العربي مرة تانية أهلا وسهلا أدوات المواجهة من وجهة نظر وزيرة شؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة البحرينية التي يجب أن تمتلكها الدول العربية لمواجهة هذا حقول العدوان الصهيوني على الدول العربية والله لم يعد فقط عدوان الصهيونية يعني لازم نكون واضحين يعني لابد أن نتكلف بوضوح نحن في البحرين بداية نشكو من التدخل الإيراني المباشر عبر أدرع الحبكة اللي في هذا الموضوع أنه ليس تدخلا كما يقول رفسنجاني فيزيقيا إنما تدخل عبر أدرع خطيرة خطيرة والدعم إعلامي منقطع النظير اليوم في 102 قناة فضائية إيرانية أو ممولة من إيران سياسية أو عقائدية تستهدف البحرين مباشرة عندنا رصد كامل في وزارة الإعلام طبعا القنوات الأخبارية والسياسية تنتهك كل الحدود الإعلامية في نشر الأكاذيب وتشويه الصورة العقائدية تعطي العقائد المذهبية إلى هذا الجيل الخطير في المنطقة وهذه الحبكة الخطيرة من الصعوبة أن تتهم في طرف ولكن من الواجب أن تخلقي أدوات الدفاع في الداخل هذه هي الحبكة الخطيرة وهذه الأدوات بحاجة إلى قوة معرفية وقوة مادية وقوة إيرادة سياسية حقيقية هذا في منظوري هذا ما نستطيع أن نقوله بالشكل العام ولكن التفصيليات لها شأن آخر فنحن بحاجة إلى قوة مواجهة كيف نواجهة؟ تصدي وحماية أجيالنا وحماية أبنائنا من التطرف تطرف الديني والمذهبي الخطير لأن قد يكون هناك وكان في تطرفا سياسيا عبر أحزاب مختلفة وفترات سابقة هذا التطرف بالإمكان مواجهته بالحوار وبالتفاهم وبالأخذ والعطاء وبقبول الآخر وبرفض الآخر بمستويات الاجتماعية مختلفة ولكن التطرف الأقائدي يعتبر من المذهبي من أخطر أنواع التطرف حركة تقسدي المد الشيعي اللي بيدور حاليا من قبل إيران واختراقها إلى مملكة البحر أنا لا أتكلم عن مد شيعي أتكلم عن مد إيراني مذهبي خطير وهنا ربما الأعلام غير مستدرك أن استعمال كلمات الشيعة والشيعي يثير العرب الشيعة المنتمين لعروبتهم فهناك حتى إيران تحاول أن تستغل هذا الموضوع وأعطيكم ملاحظة بسيطة لما تكلم الوزير سعود الفيصل عن تدخل إيراني والاحتلال الإيراني للمناطق العربية أثارتها إيران أن المملكة العربية السعودية تعترض أو تعمل أو تتحدث تثير ضد الشيعة وهناك هدف لهذه المصطلحات المستعملة أن كسب أو تأثير على الشيعة العرب في المنطقة الشيعة العرب منتمين لشعوبهم وأوطانهم ولكن هناك جيل صغير بدأ التأثير عليه وبدأ اختراقه فكريا وعقائديا فبحاجة أن نثبت أن هناك أمر خطير يأتينا من الضفة الشرقية للخليج العربي يستغل المذهب استغلال خطير لاختراق المنطقة خطر تدويل القضايا وزي ما حضرتك قلت الإعلام هو من أخطر الأسلحة اللي بتواجه بها الدول العربية من قبل الغرب أو من قبل المية واثنين قناة اللي حضرتك اتكلمت على تمويلهم أو تبعيتهم لدولة إيران حضرتك وزيرة شؤوني الإعلام إزاي ممكن الإعلام العربي يواجه تهديد خطير زي اللي حضرتك أشرت إلي أنا أعتقد كل الدول العربية اليوم استدركة أن الإعلام سلاح خطير كما هو سلاح خطير ضدنا ممكن أن يصبح سلاح إيجابي وجيد لصالحنا عندما نستعمل صح ولكن أيضا وبدون استثناء كل الدول العربية غير قادرة أن تستدرك أن وراء هذه الجملة سلاح خطير عمل طويل والسلسلة من الخطط والاستراتيجيات والفكر اللي يجعل هذا السلاح نافذا بحسب موقع فليس هناك إرادة سياسية وواعية لكيفية استغلال هذا السلاح أو التعامل معه بدون استثناء أنا أقول بدون استثناء فبما معنى الدول التي تملك اليوم تعددية في وسائل الإعلام وغير مدركة كيف تستعمل هذه الوسائل لصالحها لصالحها بما معنى أن هذا عندنا اختراق ثقافي يجب أن نعرف كيف بالإعلام نعمل على سد هذا الاختراق على مواجهته وهذا عمل ليس بالبسيط لا يمكن أن نعمل بنشرات الأخبار ولا عبر تلفزيونات المنوعات وبالأسلوب الموجود حاليا هناك خطط وأساليب كثيرة يجب أن تدرس ويكون في خبراء في هذا الموضوع حاليا قدرتي ممادرة أو دراسة للإعلام الخليدي والعربي بشكل عام لو نعرف أهم ملامح الخطة التي تنتوي طرحها لإعلام العربي أنا لا أنوي طرح خطة أنا أتكلم بخطوط عريضة كوزير مسؤول وفي موقع سياسي من واجبي أن أضع هذه الخطوط العريضة استنادا إلى قراءات معمقة أن هناك أمر خطير يجب مواجهته أحد أهم وسائل المواجهة هو الإعلام فالإعلام بحاجة إلى إرادة سياسية إلى ميزانيات عالية إلى خطط استراتيجية إلى فكر مهني حديث تماما الأسلوب التقليدي بالتعامل مع هذا الإعلام لم يعد مجديا هذه الخطوط العريضة أنا أضعها اليوم ربما إحنا غير ما محتاجين أن نضع خطط واستراتيجيات وهذه النظريات واللي تأخذ الحيز الكبير من عملنا وجهدنا إحنا بحاجة أن نعمل إحنا عارفين أين المشكلة علينا أن نعرف أين الحل هو الحل الذي نبحث عنه فالحل يأتي عبر العقول والمفكرين والخبراء في المهنة ولا أتحدث عن مفكرين في الفيزياء ولا الكيمياء ولا الفلسفة أنا أبحث عن مفكرين في المهنة من لهم باع طويل وعارفين كيف يستخدموا هذا المهنة في حماية مصالح أوطاننا هذا ما أتحدث فيديا سيدة الوزيرة لما بنشوف أن يكون فيه انتقاد أو هموم حتى ممكن يكون بشكل إعلاني وليس إعلاني في الصحف الدولية في وكالات الأنباء العالمية بنلاقي أن الردود بالتأكيد بتكون في الإعلام الحكومي المحلي يعني وكأننا بنرد على أكاذيب أو مقولات أو حتى تصريحات عالمية داخليا وكأننا نتحدث مع بعضنا البعض هارج بتقيمي دور الإعلام الحكومي في دول عربية بشكل سيء أنا لا يعني أقلل من أهمية الإعلام الداخلي الإعلام دورة توعوي للشعوب وهناك دول كثيرة استخدمت الإعلام لتسيير شعوبها داخليا ولكن أيضا بمعنى أن الخطاب مع العالم الخارجي ليس بأقل أهمية من الخطاب الداخلي نحن أعتقد لا نملك الأثنين نحن ليس الخطاب الخارجي فقط لا نملكه حتى الخطاب التوعوي الداخلي لا نملكه لأن الخطاب التلقيني لم يعد نافعا الخطاب التقليدي لم يعد نافعا نحن بحاجة إلى خطاب جديد داخليا يحاور الفكر وينمي أسلوب التفكير بين هالشعوب وبين هالشباب لكي يستطيع أن يواجهوا الأخطار التقافية أيضا نحن بحاجة أن نتحدث مع الخارج بالخطاب الذي يفهمونه ويعونه وبالقوة المطلوبة وليس بتخاذل أو بمحاولة اللفلفة فالإعلام عموما صحيح في طفرة جديدة بدأت السنوات الأخيرة ولكن أنا أعتقد لا زلنا في العتبة الأولى والثانية لم نتمكن من الصعود في سلم تطوير الإعلام فكريا وسياسيا سيادة الوزيرة أهم رسالة حضرتك ممكن أن ترسليها إلى الشعوب العربية إلى حتى الحكام العرب في ضل الوضع اللي احنا عايشينه اليوم أعتقد الحكام اليوم جزء من هذه الشعوب ومصير لاثنين مرتبط في بعض الحكام العرب والشعوب نحن نشوف بدأت تسقط أنظمة وتدخل الشعوب في دوامة من المآسي بعدم الاستقرار وعدم وجود الأمن والخبز والمصالح الاقتصادية فإذن نحن اليوم يجب أن نؤمن أن نكمل بعض وأن الأنظمة يجب أن تحمي مصالح شعوبها وأوطانها والشعوب يجب أن تعرف كيف تدافع عن مصالحها وأوطانها لا يمكن أن تأتينا رغبات الخارج لإصلاح أمورنا نحن تعلمنا على مدار تاريخ هذه الأمة أن كانت الأمة مستهدفة وهي مستهدفة منذ الصليبيين وما بعدهم والصليبيين استمروا 200 عام وغزوات مختلفة والاستعمارات المختلفة فإلى اليوم حقيقة تحكمت فينا المصالح الخارجية بشكل كبير وهذا أمر خطير وهذا نوع من الوعي اللي كان مفروض أن يكون لدى الشعب العربي صحيح كل الشعوب تطمح إلى الخير وإلى الديمقراطية وإلى المزيد من الرفاهية ولكن يجب أن نعرف كيف نحصل على هذه المطالب ولا أعتقد بانتشار الفوضى سنحقق شيء بالفعل سيدة الوزيرة انتشار الفوضى لن تحقق شيء وبالفعل إذا كان من مطلوب وحدة الحكام العرب أو وحدة العربية فالأولى بوحدة الحكام العرب مع شعوبهم العربية بشكركم مشاهدين الكرام بشكرك سيدة الوزيرة على وجودك معنا زيادة الوزيرة على وجودك معنا